موسيقى موسيقى السلام عليكم و هلين فيكم فيديو جديد اليوم راح اتكلم معاكم عن طريقة عمل للسوفتوير في الايفون ماذا تشوف نحن السوفتوير عندي اخر سوفتوير نازل الان في تاريخ 30 ديسمبر 2018 وهو 12.1.2 طبعا ابرا اذا نزل سوفتوير جديد توقف الشهادات للدونجريد للصدرات الغديمة لكن ماذا تشوف الموقع راح ترابط الموقع تحت في الواصف اولا ما تخش على الموقع تختار جهاز حقك مثلا ايفون تنزل مثلا ما احنا ما عندنا هذا الجهاز هو الايفون SE ننزل نختار الايفون SE هنا هذا هو هنا ابل الى الان موفرة الشهادات لهذه السوفتويرات اللي هو 12.1.2 اللي انا مركبة عندي و 12.2.2 برضه بنزل سوفتويرين بالغلط يتغير عليهم تغريبا الرقم هنا مثل ما تشوفون واللي قابله 12.2.2 فحين 12.1 تكنسل ونزل هذا السوفتوير ما اقدر أحمله في الجهاز ما اقدر أحضله في الجهاز بس اقدر أسوي الى ل 12.2.1 فانا الرد يمحمل هذا السوفتوير طبعا تضغط عليه هنا تضغط اذا حملت تفتح للايتونز عندك في الجهاز إذا ما عندك ليتونز نرجع من نفس الموقع ننزل تحت نضغط على ليتونز هنا نحمل آخر سوفتير هنا موجود بآخر تاريخ بعد ما نحمل ونثبت ليتونز نفتح ليتونز ونضغط على الـ Update طبعا كان عندك ماك تضغط على الـ Option والـ Update يفتح لك المتصفح هذا نختار السوفتير حقنا إذا حملناه هذا هو السوفتير والله هو 12.1.1 نضغط عليه نضغط Open طبعا لازم نضغط على مثل ما نشوفنا Update ما نضغط على الـ Restore إذا ضغطنا على الـ Restore رح يتفرمت الجهاز بس إذا ضغطنا على Update ما رح يتفرمت ونضغط Abطيس هنا ننتظر حين يمشي معنا الخط بعدين رح يطفي الجهاز ويشتغل ويرجع على الـ Start 2.2.1.1 حين مدل ما نشوفون هنا الخط يمشي لازم ننتظر الخط يمشي إذا خلص تقريبا رح يجي خط ثاني برضو وبعدين رح يشتغل الجهاز معاكم بعد ما اشتغل الجهاز من ما تشوفون جلي شعار هنا في الـ iTunes أنه يقول لك سوي لتحديث لأنه نرجع على إصدار الغديم فيقول لك سوي لتحديث رجع على 12.1.2 ما رح نحدى رح نضغط Cancel نضغط هنا نشوف إصدار الجهاز حين صار 12.1.1 نتأكد نفتح الجهاز نروح على عام تحديث رح تشوفنا إصدار حين شوفوا هنا في التحديث رح يقول لنا حدت جهازك لـ 12.1.2 رح نخش هنا رح نشوف الإصدار عندنا 12.1.1 بكذا الجهاز حق نرجع للإصدار 12.1.1 وما نحدف من أي شيء البرامج وهم موجودين نفسهم الصور عندي موجودة نفسهم ليش لأن يضغط Update فإذا ضغطت Update ما رح ينحدف عندك أي شيء قاما يضغط Restore رح ينحدف عندك كل شيء ومثل ما قلت لكم لازم تسوون Update اللي باللون الأحمر لو بتضغط عليهم رح يعلق جهازك تقريبا وما رح يحدث ورح تضطر أنك تفرمت الجهاز وتحط آخر إصدار فأحدك بالسلطورات الموجودة هنا طبعا بعد يوم ويومين قبل رح توقف الشهادة على الإصدار الغدي مثل 12.2.2 بتنزل تحت بكم بالأحمر فما رح تقرى تحدثه لازم تحدثه في الوقت اللي تشوفه باللون الأخضر هنا فيه فتنزل في نفس الوقت وتحدثه أو تعمل أدوان قريد إنك ترجع الاصدار الغدي وبس هذا الفيديو فمشاء الله عجبكم الفيديو ففي نهاية الفيديو لازم تسوون اشتراك في الغناء ونشر المقطع وعمل ليك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني والسلام عليكم